تصريحات وبيان لجنة المنشطات الغير مباشرة وتصريحات الإعلاميين المحسوبين على الأهلي اللي دايماً بتكون ضد النادي الأهلي ومين هو بكبوز القرى المصرية حلقة جديدة من المشجع لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك وسبسكرايب على يوتيوب وتكتب الكومنت وتعمل اللايك وطبعاً الشير عشان نوصل لكل الناس تعالى نتكلم في الموضوع ونقش على طول زي من برح تكلمنا وطالبنا بمجلس إدارة النادي الأهلي بأنه هو يتحرك في أنه هو يطلب أن مطش الأهلي والزمالك يتم عمل كشف عينات أو سحب عينات لجميع اللعيبة أهلي وزمالك وطبعاً اللي أنا عرفته أن تم طلب ده من النادي الأهلي أو أن الأهلي تقدم بطلب لقصة المنشطات أنه هو محتاج يدم الكشف ده ولكن طلع علينا بعض المسؤولين في لجنة المنشطات أو أحد المسؤولين في لجنة المنشطات اللي طلب أنه ما يتقلش اسمه الموقع في الجول وقال تصريحات غريبة وعجيبة ومريبة وحتى في وقتها الراجل طلع قال طبعا انا بالنسبة لي شيء غريب جدا انه مصدر يطلع يقول مش عايز يقول اسمه جوه لجنة ده دورها وده شغلها ولكن الراجل قال كلام عجيب وغريب ومريب قال ان الكلام او فيما معنى الكلام يعني اول حاجة بيتكلم انه هو كده كده احنا ما بنروحش بالنسبة للحاجات الكايدية اللي بتحصل ربين الان ده احنا ما بنجرش وراء الحاجات الكايدية دي وان احنا مش معنى ان في حد بيعمل حاجة على السوشيال ميديا او حاجة كايدية فاحنا نتحرك بناءا عليها ودي اول شيء كارسي بالنسبة لي لان احنا ما بنتكلمش في شيء كيدي بنتكلم ان في نادي طلع رئيسنا دي المستشار المرتضى منصور اعلن ان عنده اتنين لعيبة بيتعاطوا مادة المخدرات بيتعاطوا الحشيش فبناءا عليه اولا ده مش شيء كيدي ولا شيء احنا بنحفل به على بعض ان انا هنا بكلمك في دورك كلاجنة في شغلها دورك كلاجنة في شغلها انها تروح للنادي اللي تم اتهام لعبته من رئيسنا ديهم يعني ده مش من رئيسنا دي ولا مني كجمهور ولا نصحية الصبح قررت اقول لا خالص انا بقولك روح اعمل كشف على لعيبة النادي اللي في رئيس نادي بتاعهم هو اللي طلع قال ان اللعبة اللي عندي جوه بتاخد منشطات او بتاخد مواد مخدرة وقلتلك عشان اثبت حسن نيتي بعد اذنك يا فندق واعمل اللي لعبتي اعمل اللي لعبتي قبليه من اللي ده من مصلحتي انا عندي فريق بيلعب في افريقيا وعندي لعيبة منه عندي اللعيبة دي بتروح كسر عن الاندية فمن مصلحة القرى المصرية ان مفيش حد يطلع يسوق صمعتها اهلي او زمالك وقلتلك الاهلي قبل زمالك فان انت تطلع تقول لي شيء كايدي فده الشيء بالنسبالي مريب لما تيجي تقول لي احنا ما نقدرش نسحب عينات لكل الناس او لكل الفريق او لفريق باكمالا دي عمرها ما حصلت اقولك هنا عندك حق هنا اتفق معاك وعندك حق وفعلا اعتبارها ان دي جاهل مني جاهل مننا ان احنا اه رب نطلب لا فانت انا هيقد عينات عشوائية تماما فان قد عينات عشوائية من اثنين لعيبة من هنا او اثنين تلاتة لعيبة من هنا مثلا لعيبة تكون بتشارك ما تجيش تقول لي لعيم اهل على الدك لأ لما تيجي تقول لي مثلا انا هيقد امام عشور وزيزو هيقد مثلا من نادي الاهلي مثلا حسين الشحات ابشا او ديانج يعني انا ما عنديش اي مشاكل في الاسمين تلاتة اللي انت هتختارهم من هنا او من هنا لكن ده تمام لك اللي تيجي تقول لي وما اقدرش اروح اعملها استكلفة العينات استكلفة العينات الواحدة بتكلفني تلات تلاف جنيه لأ جماعة عيد تلات تلاف جنيه ايه تلات تلاف جنيه اللي انت طالع بتتكلم فيه انت حسين انت تقول لي ان العينا بتتكلف تلاتين خمسة وتلاتين الف ولا خمسين الف ستين الف جنيه بعين انا ااسف يعني انت ان شاء الله تكون اللعيب اللي انت تسحب عينته دي بتتحمل عن نادي بتتحمل عن العيد نفسه يعني هو مش رقم عشان تقول لي اصلا مشكلتي في الفلوس وبعين فكي تقول لي ايه اصنا ما احنا شغلنا شغل سري احنا بنروح مفاجأة طب لما انت فاحنا مش عمرنا ما هنروح مطش يوم السبت دي او احنا مش هنروح مطش يوم السبت دي احنا شغلنا ما بيتقلناش روحه احنا بنفاجأة الجميع يعني انت طالع تعلن ان انت يبتاع المفاجأة يعني انت يبتاع المفاجأة طالع تعلن انك مش هتروح مطش السبت يعني المفاجأة بتقول ان انت تعلن انك مش هتروح مطش السبت عشان انت مفوت تروح المفاجأة ده على انا اساس ده ايه ده اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده يا جماعة ده ايه قمة الفشل اللي بقى يحيط القرى المصرية من كل الابتجاهات وتقول لي عايزين نرتقي بالقرى المصرية وعايزين ننظم وعايزين نكسل عالم وعايزين نجوم يجنى ذا اللي بيجوا في السعودية ييجوا فين؟ ييجوا فين وإحنا في العك ده؟ ييجوا فين وإحنا في العجنة دي؟ اللي بيحصل ده عجن اللي بيحصل ده عيب اللي بيحصل ده ما ينفعش يتقال من المسئولين الكلام ده ما ينفعش انت زي فرقتين من اهم هما الفرقتين المفروض الاهم في مصر اللي الاعلام بيمثل انهم الاهم في مصر تمام ودي جي تقول لي هما انا مش هروح اصلا مفروض ما هبقى مفاجئ طب ما انت روحت قبل كده في مطش الزمالك واسموحة نائكاس مصر وما عارفتش تخش في حاجة غلط في حاجة مش طبيعية في حاجة بيتم التكتيم عليها في تعليمات فيه شيء مريب اعتقد ان للأسف شيء غير مبشر بالخير وغير منطقي ده بالنسبة للجنة المنشطات لان انا مش عارف اللي بيحصل ده في ايه ولكن انا اتمنى من المسئولين في النادي الاهلي ان هما يكونوا ورا الموضوع ده بشكل جدي اتمنى ذلك طيب بالنسبة للحاجة التالية نتكلم فيها قلنا تصريحات الاعلاميين المنسوبين الى الاهلي ولكنهم دائما ضد الاهلي او السم في العسل ودي اخص فيهم بالذكر وليد صلاح الدين ومحمد فضل الكباتن طبعا قلت قبل كده ما احترامنا للجميع وما حفظ الالقاب الجميع طيب النادي ده يا جماعة بس عشان ما حدش اقولي ده الرموز من النادي الاهلي او معصومي انا اسف ده اللعيبة لعبت في النادي الاهلي خدت تمن لعبها في النادي الاهلي وشكرا وانتهت علاقتها بالنادي الاهلي غير محسوب على النادي الاهلي ولا ينفع ان انا احطها في جملة مفيدة ليه؟ لان طالما انت مقدرتش تغدم الاهلي من موقعك انت لا تحتسب رمز من رموز النادي الاهلي وهنا مقصدش ان انت تطلع تقولي غير الحقيقة عشان تبقى بتغدم الاهلي ولكن لما تطلع تكون دايما بتهاجم الاهلي وبتهد في الاهلي ما تجيش تقولي ده رمز من رموز الاهلي لا تقولي ده لعيب جي لعب في الاهلي مسل الاهلي خد اجر على ده ومشي خد اجر على دوره ودوره انتهى ما تحسبهوش علي بعد كده ما تستناش منه غير كده على فكرة يعني انا بلوم جمهي الاهلي ان انت بتحسب الناس علي لا الناس دي لا تحسب علي الناس دي ما تتحسبش علي الناس دي الاعلام المتزملك يحسبها علي عشان حاول يضحك علي ويعدهم لي يقول لي بص لا امين قال ان كل اللي عمدي زمالكوية ما انا عمدي فضله ووليد صلاح الدين اهلوية يبع هالي كده لكن في حقيقة الامر دي ناس جات قدت دورها خدت اجر عليه ومشت لكن الناس دي لا بتحب الاهلي ولا بتحب تشيرت الاهلي ولا تنتمي الا جماهير النادي الاهلي دي ناس بتنتمي الى مصلحتها وبس هتقول لي ليه الهجوم القواتي اقول لك لان لما تطلع تكون سبب في الهجوم على موسماني عمالة على بطال وتكون سبب في الهجوم على كلر دلوقتي وتحاول توصل للنكاس العالم هو المقياس لكلر فانت بتضحك علي الناس لما تيجي تقول لي السيقولر دا بيلع قص دا احسن الوحشين قص الاهلي احسن الوحشين طب وانت كنت فين وفريرة كان الموسم اللي فات حرفيا نجم لقاءاته الاول هو التحكيم نجم لقاءاته الاول هو ضربات الجزاء لديزو بالانتي كنت حضرتك فين كنت فين كنت بتنفو فريرة كنت بتقول عليه انه عبقري كنت بتقول ان هو مفودي يدرس للمدربين المصريين كنت فين بقى حاليا وما فيش عصام عبد الفتاح وما فيش غير ان فريرة بيتعادل او بيخسر كنت فين واذا ملك بيخرج من كاس مصر كنت فين وهو مكشوف ومفضوح انه هو ما عندوش امكانيات فنية تجيدي اللعب بالفريق اللي كان بيلعب به واللي كان مغطي عليه التحكيم انت فين انت مش موجود لك المسيماني احنا بنهجمه المسيماني بيطلع يتهمه فضل بانه هو انه هو مدير فني بتاع بطلاب بس تا كان عيبه انه رجل بيجيب بطلاب تا كان مدير فني عيبه انه بيجيبه طلاب بس او انا جايبه يعمل ايه ده ده جزء الجزء التاني وهو الغريب ان نفس الناس اللي هاجم بمسيماني ده عشان بس اواريك ان الناس دي انا بقولك انا ما بهاجمش من فراغ او ما بنتقدش من فراغ لما يطلع نفس الناس دي اللي هو محمد فضل او وليت صلاح الدين من حفظ الالقاب ويجي يطلع يقول ان النادي الاهلي من اهم عيوب مسيماني انه هو ما بيعملش روتيشن ما بيعملش روتيشن ما بين اللعيبة وده شيء اثر على اللعيبة وشيء ضمر الفريق وشيء عمل اجهاد بدري على الفريق وفي نفس ذات الناس في نفس ذات الستوديو تطلع تقولي السيكولر مشكلته انه بيعمل روتيشن ومش مسبت التشكيلة فده عامل خلل فني ومتخلي اللعيبة مش عارفة تحفظ بعض لا يا فني بيبقى انت عندك مشكلة يبقى انت متعمد الهجوم وانتقاد النادي الاهلي متعمد اسقاط المدير الفني للنادي الاهلي متعمد ابراز ضغينة داخلية جواك اتجاه النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي وكل حاب ينتمي الى النادي الاهلي مدير فني او لعيبة يبقى انت عندك مشكلة لان انت نفس الشخص اللي اتهمت ان مدير فني مسبت التشكيل ده كده بيجهد اللعيبة ومدير الفني تاني عمل عكس ده وعمل روتيشن اتهمته بانه هو بيدور اللعيبة كتير فمش مثبت التشكيل بالرغم ان ميستر كولر لو انت جب بصوت لتشكيلته اللي هو مش عارف يثبتها انا بقولك مش عارف يثبتها نتيجة الإصابات الكتير جدا اللي حصلت في النادي الأهلي اللي هي خارجة عن قراطته من ساعة ما جي محمد عبد ملعن بيتصاب بيتصاب ورجع وبعيد يتصاب تاني حد فتحي نفس الكلام علي معلول نفس الكلام مع كولر ورجع انا بكبأ بكل الناس اللي جات له كريم فؤاد اكرم توفيق ياثر ابراهيم مجددا علي معلول احنا قلناه طيب لما كل اللعيبة دي عنده بتتصاب وبتاع بيرسي تاو طاهر محمد طاهر لعيبة اساسية انا بكبأت بها تعالى نتكلم على اكرم تعالى نتكلم على كريم فؤاد تعالى نتكلم على بيرسي تاو تعالى نتكلم على طاهر تعالى نتكلم على محمد عبد المنعم تعالى نتكلم على متولي لما تصاب ادي ست لعيبة من الست لا الست لعيبة الاساسية اللي ميستر كولر بيعتمد عليهم الستة دول حصل اصابات في منهم اللي رجع منها في منهم اللي لسه مرجعش منها في منهم اللي لسه قدامه سنة او موسم عمال مايرجع ان كان كريم فؤاد او اا اكرم توفيق هو هنا يعمل ايه يعني هو حتى الروتيشن ده في جزء منه في ثبات التشكيل على اللعيبة الاساسية مش موجودة طاهر وبرسيتا اكرم وواكي محمد منعمه متولي الراجل يثبت ازاي واللعيبة الاساسية او الركائز الاساسية عنده اعملت الفريق بالنسباله عندهم اصابات يبقى هنا انت مش منصف هنا انت ببتتكلمش بعين فنية لانك لو بتتكلم عين فنية هتكون عارفة المعلومة دي لان دي مش معلومة سرية المعلومة اللي انا بقولها ده مسر اللي انا بقوله ده اصابات للعيبة كلنا عارفينها انا كمدير فاني بيلي عيبة اساسية هل انت عايز تقنع طاهر ده من اهم اللعيبة اللي بعتمد عليها كلنا بيرسيتاو نفس الكلام حمد منعمهم متولي لما دول يبقوا مصابين وده يقولي اصلا ده ما بتثبتش التشكيل يا فنية ما انا عندي اصلا اللعيبة بتتصاب ده انا اللي بنزدله بعده كمان بيتصاب بيصل ابراهيم نفسه اتصاب حمدي فاتحي والسلية برونو سافيو مصاب يعمل ايه؟ فهنا انتقادك مش انتقاد فني ده هنا انتقاد للي انت بتقوله فده معناها انك متربس بالنادي الاهلي في عزمة الناحية التانية انت ما تقدرش تتكلم حتى وانت شايف الغلط وسوق المستوى بعينك زي ما بقولك كده تخيل ان انت نفس الناس دي كانت بتشكر في كارتيرون اللي خسر ساعة مطش الخمسة تلاتة وطلعوا قالوا ده اجاد الشوت التاني ده هو اللي رجع في المطش ده لولا مش عارف تخيل واحد تسبان غزبان الخمسة فطلعوا يقولوا انه ده غلط وان اللي جاب تلاتة وخسر خمسة هو ده اللي كان افضل وهو ده اللي كان احسن فلما يطلعوا يتكلموا كده على المسلماني ويطلعوا بعكا يعملوا على القدر انا بقول لجمالينا دي الاهلي اتمنى ان نكون او عندنا وعي اكتر ان الناس دي بتحط الناس سم في العسل مستر قدر تقييمه مش لما اروح كاس العالم مستر قدر حتة الروتيشن دي ده اللي احنا كنا بنطلبه للناس كان بتهاجم المسلماني عليها انه لازم يعمل ما ينفعش يثبت تغير ان في جوز كبير من الروتيشن بيحصل هو اصلا مش بمزاجه ومع ذلك انت بتتكلم في رجل اللي عبر بمعتشر ماتش كسب عشرة اتعادل اربعة يعني مخسرش ولا ماتش رجل كايبلا بجورة سوبر من الزمالك رجل بيكسب بيرامدز في الدوري تلاتة رجل متصدر الدوري حتى وقتنا هذا بخمس نقط فخلينا نتكلم كلام منطقي مش كلام اعلام او ناس منتسبة الى الاهلي زي ما بيقول او زي ما بيقولوا وهم في الاخر حياتهم هو هدم وانتقاد النادي الاهلي اتمنى ان جامعة النادي الاهلي اللي بتمشي ورا الكلام ده تاخد بالها كويس اوي 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 وقديني وضحت لك ان الناس دي قالت ايه هنا وقالت ايه هنا وقالت الكلام وعكسه هنا انتقدوا الطريقة لما رجل ده عمل الطريقة هما بيقولوا عليها برضو انتقدوها ركز وخب بالك عشان دول اخطر حد على الاهلي وزي ما بنقول مش هنقرر قصة موسيماني تاني بسبب النوعية دي من الناس الحاجة اللي اكترنا نتكلم عليها هنتكلم على ناس كتير قاعدت تكلمني وتقول لي على شخص ما طلع وهاجم وقال وانا قاعدت ادور مين ده في الاخر عرفت انه ما بيتكلموا على بقابوزة القرى المصرية او ملط القرى المصرية طبعا انتوا عارفينوا كان طلع بكده في فيديو ملط وهو فعلا اللعيب ملط دي حقيقة ما نقدرش نقولها لان هو حتى كان في الجيل او زي ما بيسموه زي ما كمال عشرية السوداء او الجيل اللي كان عنده امراض نفسية من هزيمة النادي الاهلي طلع اتكلم في شكل اللي هو لعبة الاهلي واللعبة اللي تيجي واللعبة اللي قاعدها نايم على الارض احنا بس بنوجه رسالة ان ادي الناس اللي بتحرض على العنف ادي الناس اللي بتعمل فتنة ما بين الجماهير لما يطلع واحد مسئول جوه النادي المفروض يعني فكرة ان انا اتكلم على تاريخه فانا اسف هو ما عندهش تاريخ اتكلم عنه تاريخ مين يا جماعة وحرفان زي ملكوية نفسهم ما عرفوهوش زي ملكوية ما عرفوش والله بقبوزة القرى المصرية ده بقبوزة ده والله ما حد يعرفه فعلا واللي بيفتكره او بيفتكر اسمه اول شيء بيتمناه انه ينسى الفترة اللي هو كان موجود فيها اللي كان تلك الفترة اللي كان الذامالك بيبقى خسرين حتى من قبل ما ينزل او زي نقولوا كده الفترة اللي كان اللاعبت الاهلي بتكسب من وهي في متنسى كان اللاعبت شيightا لم يحتويش غير بعيد ما Modern Age اهوا كان فى فر motherfucker فلما يجي تتكلم وتقولي ان ده هيدي نصائح دا ده ما يديش نصائح دها ان كان نفع نفسه كان نفع نفسه فمش ده اللي يدي نصائحة ده اللي نسمع له ولكن حنتكلم على تحريضة ع العنف فى الملعب تخيل بقى ان ده مسك قطاع ناشئين جوا الزمالك فتخيل ده بيعلم العالي الصغيرة ايه تخيل ده بيطلع اجيال عاملة ازاي ما هي دي المصيبة هي دي الخطورة اللي احنا نتكلم فيها وهو ده الخطر ع القرى المصرية النوعية دي لما النوعية دي تكون هي مش اللي بتصدق ده هي دي اللي بتعلم النشق اللي طالع فلما يعلم النشق طالع ان المنافسة ان زميلي اجيبه عالارض وانه اعمل كلام مايتقلش من ناس لعبة قورة حتى وافعلا ان هو ملعبش قورة غير ان هو كان يخسر من نادى الاهلي وخسائر مهينة ومزلة اه زي ما بيقوله كدة Hamilton كل دوره اسلق هو في المراعب ان انت هو كان طراعب التى who قال اك subjective كان كل دوره كنت تنزل تسف النجيل لعبة نادى الاهلي كان بتنزل تسففك النجيل تنزل تأكلك النجيل اقعت ان ده تأثيرو عليك ان انت بقيت مالت او باكابوزة بالشكل ده ولكن قديم اقول ان دي حقيقة الوضع ده أما قصة بقى إن مش عارف علي معلول يا شيكبالة وبيخاف منك أنا آسف يعني أولا شيكبالة بالنسبة لها ده تميمة الحظ في أي مباراة تميمة الحظ لأي أهلاء وفي أي مبارا من يشارك فيها ده ده أولا ثانيا هو تاريخ يعني لعبة الزمالة كلها دلوقتي متجمعة مايجيش ربع تاريخ علي معلول مش هقول لك بقى واحد فيهم تاريخ كل اللعيبة دلوقتي مايجيش ربع تاريخ علي معلول ده كلام يعني ما يتردش عليه لان هرد عليه اقول له ايه انت بتتكلم على لعيب كل مشاركاته مع النادي الاهلي ياما تعاده لاما اخسارة هو تميمة الحظ بالنسبان لنا لعيب كل تاريخه مع النادي بفيهوش غير كام كاس اللي هو اشكبالة يعني دي حقيقة وبتتكلم على لعيب تاني ان مفيد ان هو بيخاف من اللعيبة دي واللعيب ده اصلا تاريخه تاريخه كل لعبت زي ملك اللي بتلعب دلوقتي متجمع مع بعض كده مايجيبوش ربع لحد مايعتزده مش هيرافي وصله النص تاريخه لحد مايبطلوا قورة مش هيقدر يحققه اللي هو حققه على المستوى الاندية اللي شارك معها في مصر او خارج مصر او على مستوى المنتخب ومشاركاته الدولية في كاس العادل اعتقد ان الفرق كبير جدا ان احنا نوضع حاجة دي دي ولكن ده كلام من اجل استفزاز الجمهير وده اللي احنا بنقوله هي دي الناس اللي بتعمل فتن هي دي الناس اللي بتطلع نشأ وبنتكلم عليها يعني ده رضي على بقبضة الكرنة مصرية او اكل نجيلة الملعب ايام جيلي الاهلي اللي كان سعيتها ما بيحتفلوش غير باعياب ميلادهم وكانوا زي ما بيقولوا فعلا عندهم امراض نفسية وهو نفس اللي قال لك ان انا جالي مشكلة نفسية بعد مطش الكاسة اربعة تلاتة وسافرت اسكندرية وانا لابس الشورت وانسيت وبعكما لقيت نفسي مرة واحدة بردان ومتجمد لان انا بقت نفسيا مهزوز وبيت مش فاهم يعني جبنا تلاتة نعمل ايه تاني ونخسر برضو اربعة يعني احنا بقولون ان نجيب ستة فيدخل فينا سبعة ده كان كلامه على فكرة قبل كده ولكن هتعمل ايه للأسف 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 ده قدرنا الفترة دي ان احنا نشوف العقليات دي والنوعية دي هي اللي بتتكلم في القورة يلا الحمد لله فتنسوش تعمل المتابعة على الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب وتكتب الكومنت وتعمل اللايك وقاسف ان طلعت متأخر النهاردة ولكن زي ما قلت لكم في اللايف للأسف يعني ان الحركة تتبقى متأخرة اتمنى ان صوتنا يوصل لمجلس دولة النادي الاهلي اتمنى ان صوتنا يوصل للجميع اتمنى التركيز في قصة المنشطات واتمنى ان صوتنا يوصل للعيبة التركيز في مباراة يوم السبت اه مباراة تلات نقط ولكنها مباراة مهمة زي ما قلت مباراة هد المعبد ودربكته او طوء النجاة او طوء النجاة اتمنى انها يكون مباراة هد المعبد وان اللعيبة تقدر ان المطش دي قمتها مش في التلات نقط لكن قمتها في ان هي هتخلي الدنيا الناحة التانية اتقر قمتها في ان انت ما هتسافر كسر العالم تسافر مرتاح والفرق يكون فيه راحة لكم وبالنسبة لكم تبقى طالع بشكل نفسي افضل ان شاء الله بإذن اللعيبكم الرجالة ويكون قد المسؤولية شكرا لكم وشكرا لكم تبعيكم وشكرا لكم في حلقة جديدة من المشجعة سلام